اقدمت السلطات الفرنسية على اعتقال فرانسوا بورغا المفكر السياسي والكاتب الفرنسي وذلك على خلفية تصريحاته بخصوص قرب نهاية اسرائيل بعد طوفان الاقصى وافاد المحامي الفرنسي رفيق شكات الذي يتولى الدفاع عن بورغا حسب ما نشرته وكالة الاناضول التركية ان بورغا مثل امام الشرطة صباح اليوم الثلاثاء قبل ان يوضع رهن الاعتقال وعبر بورغا في تدوينة له على منصة اكس عن شعوره بالفخر بمنحه افضل ميدالية من قبل نظام الرئيس ايمانويل ماكرون ساخرا من استدعائه للتحقيق اليوم بتهمة تمجيد الارهاب وتعود جذور هذه القضية الى تصريحات ادلى بها بورغا في حوار مطول مع مجلة لسان المغرب تناول فيه عملية طوفان الاقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد اسرائيل في السابع من اكتوبر الفين وتلاتة وعشرين حيث وصف بورغا العملية بالاختفاء المبرمج لاسرائيل على المدى المتوسط واكد بورغا ان الهجوم غير المسبوق الذي نجحت المقاومة الفلسطينية في تنفيذه ضد الاحتلال الاسرائيلي سيشكل علامة فارقة في تاريخ الشرق الاوسط والعالم اجمع كما انتقد بورغا بشدة العدوان الاسرائيلي على غزة ورأى ان الاعلام الغربي فشل في تشويه صورة حماس مؤكدا ان حماس خرجت معززة الى حد بعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر